النادي الأهلي والترجي التونسي لما تقف عند اللي حصل مبارح لازم تقول كده إيه؟ إيه يا أهلي أنت ده؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ يعني إيه يا نادي أهلي اللي أنت بتعمله ده؟ النادي الأهلي يا جماعة خارج كتاب الكورة النادي الأهلي خارج كتاب الكورة النادي الأهلي اللي بيعمله خارج المنطق أنا بقول للمرة التانية مسكين اللي ما بيشجعش النادي الأهلي مسكين اللي مش حاسس قد إيه هذا الفريق ممكن يمنحك السعادة ويديك حاجات كتيرة تانية جميلة النادي الأهلي يا جماعة اللي بيعمله بره المنهج بره المنطق بره الطبيعي النادي الأهلي مش قصة النحاق انتصار بسلسية أمام الترجل لا دي آخر حاجة أنا بقول لو أنا مشجع غير أهلاوي وببص للنادي الأهلي حقيقي حاستفز ما شاء الله يعني حقيقي حاستفز الفريق اللي في 2019 بيخسر من ساندوينز بنتيجة كبيرة جدا خمسية هتقول بعدها هنرتحم الفريق ده بقى سنتين ثلاثة أربع يبني له جيل الفريق ده يخرج كده بره كدر التاريخ شوية تعبنا منه حيريح بقى شوية تلاقي النادي الأهلي بيلعب تلات نهائيات بعدها بيفوز باتنين منهم والتالت ظروفه ولولا لعبه في المغرب انت كنت عارف ان النادي الأهلي حظوظه أكبر مين اللي يقدر يعمل ده مين اللي يقدر يتمالك نفسه بالقوة دي والسرعة دي تعالى تاني السنادي بقول لك خارج كتاب الكورة ملوش كتالوج النادي الأهلي ملوش كتالوج تعالى شوف اللي النادي الأهلي عمله السنادي بتخسر في دور المجموعات من سانداونز بنتيجة كبيرة جدا نتيجة كبيرة جدا وقدر ان هي تدخل اي فريق في اتون من المشاكل في دوامة من المشاكل وياخد كتير جدا عشان يتعافل ولكن ما فيش ده بقول لك خارج كتاب الكورة بقول لك بره المنهج النادي الأهلي بره المنهج بترجع القطن 4 الهلال 3 الرجاء هتكسبه 2-0 وحتطلع بره عرضك ما تستقبلش اهداف هتيجي بعد كده بتلاعب الترجي في نصف النهائي هتروح في قلب رادس تكسبه بسلسية ده النادي الأهلي ده قدر افريقيا ده بقبع افريقيا ده اللي محتاج توقف كتير جدا وانت بتبص عنده ليه النادي الأهلي بره كتاب الكورة هقول لك ليه النادي الأهلي بره كتاب الكورة في القرن الحالي انت بتلاعب الترجي 19 مرة اقف وارجع كده بذاكرتك عنده جملة عصام الشوالي لو لنادي الأهلي لكان للأندي التونسية شأن اخر لا ده كان لكل الأندية الافريقي زمالك زمالك سانداونز ترجي وداد غيره رجاء اي حد اي حد كان ليه شأن اخر لو النادي الأهلي مش موجود في المعادلة وليه الأندية التونسية تحديداً وليه كبير الأندية التونسية بالألقاب والترجي ليه كان ليه شأن اخر لان انت كنادي أهلي في القرن الحالي قبلت الترجي 19 مرة سواء في مصر او في تونس عملت ايه في 19 مرة 9 فوز للنادي الأهلي 9 فوز للنادي الأهلي من 19 مرة و 6 مرات تعادل و 4 مرات فقط فوز للترد ده النادي الأهلي المعادلات دي والأرقام دي والقياسات دي مش هتلاعجر في النادي الأهلي طب تعالة تعالة في الأرقام أكتر عشان تعرف ليه النادي الأهلي بره كتاب الكرة في أفريقيا ليه النادي الأهلي هو الاستثناء لأي قعد جوه القر لأن النادي الأهلي اللي في التسعتاشر مرة حقق تسعة فوز قابل الترجي من التسعتاشر مرة عشر مرات في تونس عشر مرات في قلب تونس من التسعتاشر عمل فيهم إيه النادي الأهلي حقق خمسة فوز خمسة فوز في العشر مرات نص عدد المواجهات في قلب تونس النادي الأهلي فزن الترجي كاسبان في تونس أهل من النادي الأهلي أربع مرات وتعادل أنت متفوق على الترجي في قلب تونس طب آخر ست مواجهات في تونس مع الترجي أنت كاسبان خمسة من الستة وقسران مباراة بنتكلم في إيه لما أقول لك النادي الأهلي بره كتاب الكورة هو ده هي الأرقام اللي بقولها لك دي طب التسع مرات التانيين اللي لعبتهم في مصر الترجي كاسبك فيهم كم مرة ولا مرة الأربع انتصارات بتوع الترجي في التسعة عشر مباراة كلهم في تونس وانت كاسبانه في تونس أكتر خمس مباريات طب التسع مباريات اللي تلاعبوا في مصر الترجي ما كسبكش ولا مرة فيهم يا جماعة مين بيعمل الأرقام دي وعشان كده لما بنيجي هنا ونقول للنادي الأهلي أن انت قوة مصر النعمة رياضيا ده حقيقة ده واقع مش عشان انتماءنا كأهلوية ده بالعكس البعض على عينه وقلبه غمامة مخليا مش شايف الحقيقة مخليا مش عارف قيمة النادي الأهلي النادي الأهلي ده مش مستني حد يجامله إنما مستني ياخد حقه لأنه هو اللي شادد شادد كل الرياضة المصرية الأدام شيل الأهلي من المعادلة وتخيل فريق زي الترجي تخيل تغيير التاريخ تخيل فرق أخرى في إفريقيا تخيل نظرة الفرق الإفريقية للكرة المصرية وانت عنده خارج المعادلة النادي الأهلي مش موجود وضع صعب جدا وضع صعب وضع مختلف وضع قاسي على الكرة المصرية مين اللي غير ده هو النادي الأهلي بالأرقام بالتاريخ بقدرته اللي استثنائية ترجمة نانسي قنقر